اشتركوا في القناة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024 أصدرت دولة إفريقية اليوم قرارا قويا ضد دول الاتحاد الأوروبية حيث قامت دولة السينيغالا بتطبيق بشكل صار منذ السابع عشر من هذا الشهر قرارها القاضي بإنهاء اتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبية قرار دولة السينيغالا شكل نقطة تحول في العلاقات الأوروبية الأفريقية على المستوى الاقتصادية خصوصا في قطاع الصيد البحرية وأجبرت الحكومة السينيغالية السفن الأوروبية على مغادرة المياه السينيغالية ضاربة عرض الحائط بمخصص مالية سنوية قدره 8.5 مليون يورو انسجاما مع الرؤية السياسية والاقتصادية للسلطات السينيغالية الجديدة باشرت بها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث صرح عثمان نسونغو رئيس الوزراء الحالي بوضوح أن هذه الاتفاقيات ليست في صالح السينيغالا وكان الرئيس باصيرو ديومايا فاي قد حذر الاتحاد الأوروبي من رغبته في مراجعة هذه الاتفاقيات من أجل ضمان استفادة السينيغال من 80% على الأقل من طروته البحرية تقرير للأمم المتحدة كان قد أكد أن أغلب شعوب دول غرب إفريقيا لا يستفيدون من طرواتهم البحرية هذا ويذكر أن دولة الساحل العاجة بدورها تقوم بدراسة إعادة التفاوض على اتفاقها الخاص بالصيد البحري الذي وصف بأنه خامل منذ يوليو وهو الاتفاق الذي يسمح لل36 سفين أوروبية بالعمل في مياهها نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء